إزاي يتم توعية الشباب سياسيا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ونعكاستها كمان على الأمن والاستقرار وزي ما حضرتك كنت بتقول حتى لا يتم استقطاب بعض من هؤلاء الشباب وملأ دماغتهم بقى بأفكارها دا بص حضرتك هو ما يتم الآن على الأرض من الأحزاب والكينات السياسية أمر محمود جدا طبعا كل الأحزاب حاليا بتعمل مؤتمرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتجوب الجامعات المصرية حاليا اللي عمل مؤتمرات التوعية بالمشاركة السياسية لنا بعض الزملاء في المجلس من أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شفتوهم من برح كانوا في حلايب يعني وصلوا لغاية حلايب وشلاتين قعدوا معهم كانوا في مطروح كانوا في بورسعيد وبيعملوا نوع من أنواع تكوين برامج انتخابية كاملة بحيادية تامة وبشفافية تامة بقية الأحزاب بتعمل مؤتمرات لدعم المشاركة الانتخابية دورنا إحنا كأسازة جامعات كل الجامعات تقريبا عملت نوع من أنواع مؤتمرات التوعية للشباب بأهمية المشاركة في الحالة السياسية وعايز أقول حضرتك أن الشاب لم يعد يحتاج إلى هذا النوع من التوجيه المباشر هو أصبح يعي تماما أن رأيه مسموع أنه موجود على الخريطة أنه من ضمن اهتمامات الدولة المصرية ودي حاجة مش قليلة على فكرة ولم تكن يعني يشعر بها الشاب في الماضي لا الشاب المصري حاليا عارف أن الدولة المصرية مؤتمدة عليه وبتدور عليه وبتبحث عنه وأعتقد أن مشاركته الفترة القادمة هتكون أكتر وبكتافة أكبر بكتير وأنا يعني متوقع الحمد للنسبة مشاركة عالية المراضي يعني بسبب الحالة العامة اللي موجودة في البلد صحيح ممكن زي ما حضرتك قلت كمان فكرة أنه الشباب دلوقتي يمكن هذه الأزمة الأخيرة وما يحدث في قطاع غزة خلى الشباب على دراية أكتر وبوعي أكتر بالضغوط اللي بتمارس على مصر والوضع الحالي أسبابه وتدعياته عنده وعي أكبر وبشكل كبير جدا